اخوتي واخواتي ان هذه المرأة فعلا سجلت في قائمة الشرف هذه المرأة التي استطاعت ان تحرك مشاعر بالقلب يسوع المسيح ليتخذ الارادة والقرار بشفاء ابنتها المصابة بمرض الجنون احبائي المسيح لم يستطع ان يختفي من هذه المنطقة فالظاهر نصيته كان معروف ايضا في هذه المنطقة هذه المرأة جاءت بالنيابة عن ابنتها هذه المرأة جاءت بحالة مستقتلة بحالة ملحة لتنتزع ولتأخذ البركة والجواب من يسوع المسيح جاءت احبائي بادب واحترام جاءت بتواضع بانكسار وانصحاق لم تبالي بشخصيتها لم تكن متكبرة لتتعثر من جواب المسيح جاءت بايمان قوي مع ان المسيح امتحن ايمانها الى ابعد الحدود يعني الى درجة القرار لكنها جاءت بهذا الايمان واخذت من المسيح بالايمان ايضا عندما قالت يا ابن داود كان الجواب صمت ثم جاءت احبائي بصرخة من قلب المزلة المزلة قالت له يا سيد اعني بتهيألي هون اجت كانساني وعلى فكرة انا عاوز اقول واقولها بكل احترام وبكل افتخار ايضا المسيح رفع من قيمة المرأة لما بتقرأ في الاناجيل كيف المسيح اتعامل مع المرأة وكيف رفع من شأن قيمة المرأة بينما الديانات الاخرى تحط وتقلل من قيمة المرأة يسوع على النقيد رفعها وعطاها المكان الاولى المكان اللي فعلا الرب اعطاها في سفر التكوين خلقهما ذكر وانثى ثم يتكلم والاثنان يعني في حالة الزواج يكونان جسد واحد لكن الشيطان يكسر القوانين ويريد ان يكسر شريعة الله وخلينا اقول ان عمل الشيطان هو ان يدمر ارسالية يسوع المسيح وهذا دايما بتشوف احبائي في الديانات كثيرة اللي بتحاول اتناقض هوية وشخصية يسوع المسيح موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة